ماذا تفعل يا لجاين انظر الى السماء الصافية انها جميلة جدا والتقص رائع اتعلم اني تواصلت مع ابنة خالتي في روسيا وقالت لي ان الجو بارد جدا عندهم هذا يعني ان المناخة يختلف من مناطق الى اخرى ما رأيك ان نسعى لمعلمة الجغرافية عن ذلك؟ نعم هيا بنا مرحبا بك يا لجاين هل لك ان تحدثينا عن المناخ في العالم؟ ولماذا يختلف المناخ من مكان الى اخر؟ بكل سرور بداية هناك العديد من العناصر المناخ وهي الحرارة والانطار والرياح وقسمت الاقاليم المناخية الى عدة اقسام وميزوها عن بعضها بالعديد من الامور اولها الامتداد المكاني ثانيها الامتداد الفلكي على دوائر العرض وثالثها انواع النبات والحيوان ورابعها الاهمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار وكما عدد الاقاليم في العالم يا معلمتي اما عن اعداد الاقاليم المناخية فهي اربعة واولاها الاقاليم المدارية وتمتد فلكيا من صفر الى ثمانية عشر درجة ومنها الاقليم الاستوائي وفيه يمتد الامتداد الفلكي من صفر الى ثمانية شمال خط الاستوائي وجنوبه ومناخه يمتاز بارتفاع درجة الحرارة طوال العام والامطار غزيرة دائمة اما بالنسبة لخصائصه النباتية فتغلب عليه الغابات الاستوائية الكثيفة المتشابكة ومن اشجاره البندق والمطاط اما بالنسبة لأهم الحيوانات فيه فيكثر فيها الزواحف والثعابين والطيور والحيوانات المتصلقة كالقرود اما القسم الاخر من الاقاليم المدارية فهو الاقليم الموسمي ويمتد من صفر الى خمسة عشر درجة ومناخه شديد الحرارة والرطوبة صيفاً وشديد البرودة والجفاف شتاءاً وتنمو فيه اشجار جوز الهند والصندل الاقليم الثالث من الاقاليم المدارية يطلق عليها الاقليم المداري اي السافانة ويوجد هذا الاقليم على الانتداد الفلكي من ثمانية درجات الى ثمانية عشر درجة عرض وشمالاً وجنوباً اما مناخه فيسمى مناخ هذا الاقليم بالمناخ السوداني ويتميز بصيف حار ماطر وشتاء جاف اما بالنسبة لخصائصه النباتية فيوجد فيه غابات مدارية اقل كثافة من الغابات الاستوائية واهم حيوانات التي تعيش فيه هي حيوانات اكلة العشب كالفيل والزرافة وننتقل الى اخر اقليم وهو اقليم المناطق المعتدلة وهذا الاقليم يوجد ويمتد فلكياً على خط ثلاثين الى ستين درجة واولى هذه الاقليم المعتدلة هو اقليم البحر الابيض المتوسط ويمتد فلكياً من ثلاثين الى خمس واربعين درجة عرض شمالاً وجنوباً ومناخ هذا الاقليم هو حار جاف صيفاً ودافئ معتدل شتاءاً اما بالنسبة لخصائصه النباتية فتغلب عليها غابات البحر الابيض المتوسط حيث يذكر من اشجاره البلوط والسنديان والزيتون أما أهم الحيوانات التي توجد فيه فيكثر فيه الطيور والثعالب والأغنام كما تشاهدون في الصور التالية ننتقل للأقليم الثاني من الأقاليم المعتدلة وهو اقليم غرب القارات وهذا الاقليم يمتد فلكياً بين دائرتين عرض خمساً واربعون الى ستون درجة شمال خط الاستواء وجنوبه ومناخه معتدل صيفاً وبارد شتاءاً وأمطاره غزيرة تتوزع على شهور السنة كاملة خاصة فصلي الشتاء والخريف وتنمو فيه الغابات وتنمو فيه الغابات النفطية وسمية نفطية لأنها تنفذ أوراقها في فصل الشتاء بسبب شدة البرودة ويوجد فيها أشجار الزان أما بالنسبة للأقاليم الجافة أو الأقاليم الصحراوية فتمتد فلكياً من 18 إلى 30 درجة ومنها هذه الأقاليم الجافة الأقليم الصحراوي كما ذكرت في البداية ويمتد هذا الامتداد على شمال وجنوب خط درجات 18 و30 أما بالنسبة لمناخه فترتفع درجة الحرارة صيفاً وتنخفت شتاءاً وتقل الأمطار التي تسقط على فقالباً في فصل الصيف في المناطق الداخلية من القارات أما بالنسبة للنباتات فتتحمل الجفاف مثل الصباري والنخيل ويوجد فيه حيوانات عدة منها ثعلب الصحراء والجمال وغيرها ننتقل إلى الأقاليم القطبية وتمتد من 60 إلى 90 درجة عرض شمالاً وجنوباً ومنها إقليم التندرة والإقليم القطبي أما بالنسبة إلى مناخها فصيفها قصير تسقط خلاله أمطار قليلة وشتاءه طويل وشديد البرودة تتساقط خلاله الثلوج ويتميز الإقليم القطبي منهم إقليم التندرة والقطبي بأنهما يوجد فيهما تربة متجمدة تنفم فيها بعض الطحالب بعد ذوبان الجليد وأهم الحيوانات فيها حيوان الرنة والدب القطبي والبطريق والآن أحبة الطلبة أجيب عن الأسئلة الظاهرة أمامكم لتعرفوا مدى استيعابكم وفهمكم لهذه المادة التي قمت بطرحها عليكم شكراً لك يا معلمتي لقد أمتعتني بهذه المعلومات أنا وزملائي العفو يا لجين أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات في المستقبل واسمحوا لي الآن أن أذهب إلى حصتي لأنها أوشكت على البدء إلى اللقاء في معلومة مفيدة مرة أخرى إلى اللقاء يا معلمتي مع السلامة شكراً لكم شكراً لكم